السلام عليكم وهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم سوفتوير بالعربي الكثير منكم قد سائمة من التحديثات التلقائية والمتواصلة الخاصة بويندوز ولم يجد طريقة لإيقافها أو منعها فالبعد مثلا يريد الاستقرار على إصدار ما لكن هذه التحديثات التلقائية المزعجة تمنعه من ذلك لكن في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة إيقاف هذه التحديثات ومنعها بشكل نهائي دون الحاجة إلى أي برنامج يعني فقط بخطوة واحدة بسيطة عن طريقة التعديل في إعدادات ويندوز فقبل أن نبدأ في الشرح أطلب منكم دعم هذا الفيديو بلايك والاشتراك في القناة إذا كنتم غير مشتركين حتى يصيركم كل جديد وننطلق في الشرح حتى نقوم بتعطيل خاصية التحديثات التلقائية سنقوم بخطوة واحدة بسيطة سنتوجه إلى خانة البحثون ونقوم بكتابة Service وندخل على خيار Services بهذا الشكل الآن سنقوم بالنزول إلى الأسفل ثم ندخل على Windows Update سنقوم بعمل Double Click بهذا الشكل وهنا كما ترون لدينا خيار Automatic يعني أن النظام سيقوم بتحميل التحديثات بشكل أوتوماتيكي فلنلقي نظرة على التحديثات حتى نتأكد من ذلك سنتوجه إلى Settings ثم إلى Update & Security كما ترون ها هو تحديث يتحمل بشكل أوتوماتيكي يعني دائما ما تكون لدينا هنا تحميلات بشكل أوتوماتيكي وهذا ما يزعج البعض أو الأغلبية وبعدها قد يطلب منك إعادة تشغيل الجهاز حتى يتمكن من تثبيت التحديث فكل ما علينا فعله للتخلص من هذا المشكل سنرجع إلى Service بهذا الشكل ثم نعود إلى Windows Update وهنا هذا الخيار Automatic سنقوم بإلغائه تماما Disable بهذا الشكل ثم بعد ذلك سنقوم بعمل Apply ثم OK بهذا الشكل والآن سنتوجه مرة ثانية إلى Windows & Update وسترون بأن خاصية التحديث أصبحت معطلة تماما كما ترون هنا حتى إذا أردنا عمل تحديث يعني بشكل يدوي فلن ينجح معنا الأمر لأننا قمنا بتعطيل خاصية التحديث تماما إذا أردتم عمل تحديثات في المستقبل فيمكنكم الرجوع إلى Windows Update عبر Services كما شرحت وتقومون بإرجاعها إلى Manual أو إلى Automatic وبعدها سيمكنكم إجراء التحديث أظن أن الشرح كان بسيط وسهل ومفهوم لأغلبيتكم ومع ذلك إذا وجهتم أي استفسار أو أي مشكل وتركوه لي في التعليقات ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله